موسيقى مساء الخير مش كلنا منهتم انه نتفقد سنانك الفترة او نفرشيهم يوميا ونبقى هاملينهم حتى نوصل لمرحلة الخلع وما يصاحب ذلك من وجعهم معاناة او اضرار تاني ممكن توصل للسنان الاخرى وتسبب ايضا بصحبة يمكن البعض صار يخافي زور اي اختصاصة ومنه الاختصاصة طب الاسنان بسبب التكلفة العالية خلينا اليوم نتعرف على اهمية وكيفية الحفاظ على اسناننا ونسلط الضوء على هذا الموضوع لانه الاسنان كمان جزء مهم بجسمنا مع ضيفة اختصاصة بتجميل الاسنان مصطفى فصعي بسحة دوز اهلا وسهلا فيك دكتور شكرا استفادة استطافة اهلا وسهلا فيك بداية بدنا نبلش يعني قدي الحالات اللي بتمرق عليك عندها تلف اسنان بسبب قلة الاهتمام بيمروا علينا حالات عديدة خلال النهار بسبب عدم الاهتمام بسبب الاوضاع الاقتصادية وبسبب عدم السقف الموجودة بالمجتمع السقف اللي خاصة بطب الاسنان بطبيعة الحال يعني اليوم التوعي بعدها مش كتير بارزي انه الواحد لازم يزور الطبيب ليعدل اه طبعا يعمل شك اوب اتليست موجود طبعا هذا الموضوع لا ما انه موجود ما انه موجود بسبب فيك تقولي السبب الاساسي هو العامل الاقتصادي اللي هو العالم فاكرة انه دكتور اسنان تابوه انه انا ما في روح لعنده مجرد انه روح تعمل تشاك اوب رح يكلفني الموضوع كتير طب يعني كل اي انت لازم الواحد يزور الدكتور حتى لو مش عم بيعاني من وجع او شيء بطبيعة الحال كل خمسة شهور لازم المريد يروح يتابع عن دكتور اسنان يعمل تشاك اوب ويعمل تمضيف جير ويعمل بوليشنج للسنان بسبب الستينز اللي بيكونوا موجودين على الاسنان اللي ممكن يقدوا لبعدان لتلف الاسنان بطبيعة الحال بس فيه ناس بتتخوف انه انا اذا بلشت بسن ممكن يصحب مشان هيك يعني غير التكلفة انه انا اذا بدي بلش بسن ممكن يصحب لسن تاني مش هيكي الدكتور بيشوفه بيشخص بيشخص اكوردينج لشو موجود بالتم يعني مش رح يكون في درس ويقول له والله لا في عندك اتنان او تلاتة مش هيكي الموضوع ابدا شو بيشوفه الدكتور رح يقول له للمريد وهذا بيتواجه بعد الدكتور بطبيعة الحال حتى المريد ما يقول انه والله ما قال للدكتور يوم شو الاسباب الاساسية لطلف الاسنان؟ الاسباب الاساسية فيك تقول العادات العادات مصلي مثلا في ناس في ناس بتاكل تلج بتاكل تلج وهي دول الناس اقتريتهم بيكون عندهم iron deficiency يعني بيكون عندهم نقص بالحديد سو اكل اكل التلج بيأسر بيعمل vertical fracture بالتوث بيروح السن لا يعني كسر بالطول بيكون بالدرس فهذا الموضوع بيقدي الى تلف الدرس يعني نضطر نقبعه ونعوده بزرعة او بتلبيسة او بتلف اذا بنا نحكي عن اشياء تانية مثل اللي بيأكل وما بيفرش فيه مثلا في ناس مثلا عنده بروكسيزم البركسيزم هو الكاز خلال النوم الكاز خلال النوم بيقدي الى بيقدي الى انه بروح تدريس الدرس بتروح كليا فحتى عملية المضغ بتبطل مزبوطة وفي عندك اسباب تانية مثل بيفكر المريض انه والله احنا احنا اذا جبنا فرشاية خشنة وشدينا على السنان انه رح يبيضه هادي يعني افكار بتبقى شايعا هاك انه والله اذا انا نضافت بيصير ابيض لا ما انه هاك ابدا السن تركيبته مش هاك السن الو كزا طبقة طبقة الاولى هي الميناء اللي هي الانامل هي لونة ترانسلوسنت لونة منو يعني مثل الاز المشرط شو ما يوقع يعني هلا اذا في ازاز مشرط انا وقفت وراه لابس اصفر بيعقص اصفر حسب السفر اللي لابسه فالمادة اللي هي الدنتين هي اللي بتعطي لون السن مش المادة الخارجية فانا لو جبت اعطيته للمريض فرشاية حديد ما حيبيض يعني مش من برا الاساس لا ابدا وفي عندك ناس مثلا على سبيل المثال بياكلوا حامض بس كيف بينقعوا سنانهم بالحامض بحطوا الحامضة وبينسوها هاي دي كمان ما اسيد البي ايتش طعول الحامض هو اسيد فهذا كمان بيدو بالسن طب واذا بدنا نحكي على تلف النيري كمان من شو ممكن ينقش؟ النيري تلفة اولا مثل ما انه اللي بيفرشي وبشد بطبيعة الحال النيري هي شي ما خاصه بتفرن نحن نقول تفرشي الاسنان لازم نبعد عن النيري بهذا المحال النيري دايما نحنا منفرشي بعكس النيري يعني لنقول بالفك العلوي منفرشي من فوق لتحت ما مضقر النيري وبالعكس تمام بالنسبة للفك التحتين نعم طب في ممكن معجون سنان هو اللي يقدى بيقدى مثلا لأضرار بالسن أو بالنيري؟ هلأ نحنا موستلي منقولون للمرضى انه في نوعان معجون سنان في معجون سنان بيجي مغربة اللي بيجي بقلبه هاكي بارتيكلز صغار وفي معجون سنان بيجي مثل الاتجل بيجي بلا بارتيكلز نحنا بننصح انه بلا البرتيكلز الصغار كرمال الاتجل أفضل كرمال البرتيكلز مع الفريكشن فورس اللي نحنا بنعمال الخير اللي تفرشي كمان ممكن يقدى انه يتاكل شي بسيط من الانعمل طب وشو سبب احتئان النيري ممكن تكون عم بتنزل دم؟ هي عدم متابعة عن دكتور سنان لو انه عم بتابع اول بأول يعني عالقليلة توايس بار بار يير هاي تا الشي بيمنع انه تنزل في النيري طب اليوم انت كدكتور كيف تنصح بالاعتناء الصحيح شوه الاعتناء الصحيح بالأسنان كيف يفرشوا سنانهم كل امتا؟ الاعتناء الصحيح كل امتا اولا هنه مرتين لازم واحدة فرشي أسنانه الصباح بسي فيه وقبل ما ينام اوكي ولازم نعرف شغلي هاي دي كمان مش موجودة يعني بتلاقي اه بفرش أسنانه وفكر حاله انه عمل الباست مش هاكي الفكرة ابدا في شي اسمه دانت الفلس لهو الخط طيب نحن الفرشاية ما بتفوت بين الأسنان فالفلس بيلعب هيدا الدور بينظف كمان في بكتيريا بين الأسنان هذا اللي لازم نعرفه والبكتيريا بين الأسنان هي اكتر بكتير من الموجودة على السطوح نعم وهل صحيح انه انه الواحد يفرش سنانه باللال أفضل يعني بدل أحسن من انه الصبح لانه باللال بيكون آكل وممكن ينام وبكتيريا هلا تفرش سنان الصبح نحن منقول انه هي للعالم لحواليك انه كرمال ريحة التم أما باللال هي لأله للمريض يعني أفضل عشان عنده 8 ساعات نوم بهذه 8 ساعات بيكون تمه اذا بعده فيه اذا بعده ماكل ونام بيكون بقلبه هاي بكتيريا طيب بس ريحة التم ممكن يكون إلى أسباب بلا إلى أسباب عديدة منها طبعا عدم عدم الاهتمام أكيد عدم الاهتمام وفي أسباب تاني خاصة بالمعدة والطنس 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 والأمور اذا بدنا نحكي عن خراج لسنان تعرف لي شو هو وشو علاجه الخراج هو بطبيعة الحال التهابات التهابات موجودة بسبب الإهمال إهمال المريض أو بسبب مريض عمل علاج عصب والعلاج العصب مكان سليم فبهذه الحالة بيتكون خراج بسبب العلاج مكان سليم فنحنا منلتج ساعتها لإعادة علاج العصب يعني الريتريتمنت لحتى نعمل علاج العصب يكون سليم كرمال نبعد الخراج وأسباب تاني طبعا خاصة بعدم الاهتمام اللي بيوصل للعصب السوس بتوصل للعصب وبيحمل المريض فبصير ياخد مسكين فبع الوقت بصير كمان يعمل خراج طب وإذا المريض سحب عصب بيرتاح يعني خلاص انتهت المشكلة شوفه بيرتاح من الوجع بس هو مش الحل المثالي عشان نحن مجرد ما سحبنا عصب ندرس يعني فقد الإحساس يعني معاش نحس فيه فنحن نقوله للمريض لبس درسك وطلع تحت درسنا شيئاسي إذا كان الدرس بقلبه عصب ما بشد ما بكمل العضة يعني أما إذا مسحوب عصبه ما حقش عارفه بطبيعة الحال فهون بشد المريض فبيكسر الدرس كمان بهالحال بنروح للقبع فهون نحن منقوله اعمال كراون واحمي الدرسك لبسه طب أنت تشوف التلبيس سنان شي منيح يعني بكيسز معينة يعني مش بكل الحالات أنه نحن لازم نلبس في سنان لا مش بحاجة للتلبيس نعم طب وإذا بدنا نحكي عن التسوص كيف ممكن يتشكل التسوص بطبيعة الحال هو بسبب كمان البكتيريا الموجودة بالتم التسوص هو جمالا ثلاث مراحل هني أكتر من ثلاث مراحل طبيا بس أنه المشاعة بالمجتمع هني ثلاثة عنا شي اسمه سبرفيشي اللي هو سطحي عنا ميدين اللي هو وسطي وعنا الديب اللي هو غمي سو أول شي بيكون سطحي بتروي عن دكتور سنان بشيله وبعوضه برخصه الميدين نفس الشي الديب هوني مع الوقت بس يعوضه الدكتور بيضل لمعه يعني موجودة عند السن بسبب نحن عملنا ستيميوليشن للعصب كنا قراب من العصب فبيضل لمعه موجودة من جمعتين لثلاثة جماعة طب اليوم شو رأيك باستخدام الطرق التقليدية مثل القرنفل والكربون بطبيض الأسنان هايدي عم نعاني مننا كتير المريض اللي من راسه بالبات بيروح بيعمل طبيض بالقرنفل كله ما بيبيض بطبيعة الحال طب وحتى المعدات اللي بيبيعوها بالسوق جل ومجال هايدي شغلة تانية أما لنحكي عن موضوع القرنفل عشان بيمرق علي كتير ناس حتى بيكون عندهم أو جاعب دراسهم بيحطوا قرنفل اللي بيبيض سنينه بيفرش سنينه بالكربونة أو ما بعرف هيدا سنون أو يعني لو بديو يتأخر شي شوي بس رح يرجع يجل عننا على العيادة ورح يشوف انه عنده انحصار باللثة عنده تراجع باللثة هيدا بيؤدي كمان لأنه يصير في بيريودون تايتس اللي هو التهاب أوطار الأوطار اللي بتربط السن بالعظم معشانه مش مواد طبية كل شي ما دروس بيرسانتج كونسنتريشن هدا كله بيلعب دور بطبيعة الحال أوكي طب وسألت على المعدات المتداولة بالسؤل لطبيض الأسلام المعدات طبعا هيدا بعد أفتر يعني فيه تركيبة معينة مع مثل مقالة مثل كونسنتريشن معين لنوصل لطبيض اللي هو طبية مع طبعا مع متابعة من الدكتور مع أخصائي أوكي شي أساسي من بعد ما نقبع الدرس بـ 24 ساعة قبل بـ 24 ساعة إذا المريض مخمض بمي وملح هون بيؤدي لأنه يحترق الجرح فبصير في شي اسمه ألفيولايتس دراي سوكت يعني بتنشف بتنشف السوكت اللي هي الجرح فهون بصير فيه واجع شديد بيرجع المريض بيضطر أنه يروح عنده الدكتور كرمال يعمله كريتاج للجرح ويرجع من جديد أنه يريح الجرح طبعا بحكي بالأيام العادي يعني إذا واحد ما عنده شي وأنه مخمض بمي وملح كتير مني طبعا بتعقم طب وشو أسباب الواحد أنه يوصل لمرحلة قلع درس العقل قلع درس العقل بطبيعة الحال مشكلة درس العقل هي باللوكيشن تعوله يعني بعيد موجود بآخر بآخر الفاك إن كان فوق ولا تحت سو المريض بيستصعب أنه يوصل بالفرشاية للآخر وبتلاقي في مرضى عندهم شي اسمه فبس يعني حيالله شي بيحطه بيتمه ممكن أنه تحسي حيراجع بيستصعب أنه يوصل لجوه أو بفكر حاله ووصل بصوه فعليا ما وصل فهذا الشي بيأثر أنه بيتسوس بسرعة درس العقل وممكن يأثر على الاسنان اللي حده يعمل الجاب الموجودة بين الدرس العقل والدرس اللي حده وممكن أنه كمان يأثر لتسوسه يعني هيدا السبب اللي بيأدي للوجه فنحنا منفضل هيدا واحد من الأسباب طبعا نحنا منفضل أنه ينقبعد رأس العقل أوكي طب وإذا في حدا معانا هالمعاناة عادي بيخليه في ناس بتخليه آه يبقى إذا عم يوصلوا صح وطالع أصلا الدرس صح يعني طالع مش طالع بالعرض طالع بالطول آه ممتاز يبقى بالتام ما في ولا أي مشكل بس نازم نعرف شغالي كمان أنه هو ما بيشارك بعملية المضغ درس العقل ما بيشارك بعملية المضغ وظيفته آه وظيفته بشكل عام آه يعني لنقول آه إذا درس مثلا اللي قدامه طرين نقبعه بقوم بيطلع درس العقل بعد فترة معينة ممكن يعود محله ممكن يعود محل الدرس اللي أبعناه بس هايدي بتصير بالنسبة قليلة يعني هايدي ظاهرة بتصير آه مش مش دايما يعني طيب شو أدرار المضاد الحيوي المضاد الحيوي آه مشكلة عندنا بالمجتمع كمان أنه آه مثلا فكر المريض إذا طلعت حرارته أو عنده وخد دواء والتهابات والمشكلة كمان أنه من الصياد أنه والله بلا بلا من الدكتور بروح بيعطيه دواء التهابات هذا الشي يمنو مقبول لأي عشان مع الوقت بصير عنده ريزيسسنس البكتيريا تجاه دواء التهابات اللي أنا عم باخته فبصير عنده مقاوم البكتيريا بصير عنده مقاوم فبيخلق شي بقلب الجسم نوع من أنواع البكتيريا اسمها سوبر باك هايدي النوع من البكتيريا ولا أي دواء التهابات بيقتله فبتلاقي يعني الدراسات بتقول أنه نسبة ما نضائيلي أبدا عالم ماتت بسبب سوبر باك نوقف طب إذا بدنا نحكي عن تناول الكالسيوم في ناس بتربط أنه إن كان فيتامينات أو أي شي تاني كالسيوم بتقوية الإسنان إجمالا الكالسيوم يحتوي على الكازين الكازين شي منيح للإسنان بأول إسنان وفيتامين دي كمان ممتاز طب نحنا حكينا أنه التوعية ما زالت بعدها مش هلقاد عند الناس بخصوص زيارة الطبيب إذا بدنا نحكي كمان أنه الناس عم يخشوا من التكلفة المرتفعة على العلاج أو الفحص ليش يعتبر علاج الأسنان ممكن يكون أغلى من غيره بطبيعة الحال النقابة محددة الفحصية عن دكتور الأسنان ضئيلة جدا يعني لا تتجاوز الخمسة دولار ومسلا أنا واحد من الناس ما بياخد فحصية يعني الـ check-up is for free هذا الموضوع نحن عم نعملو كرامة أنه نحفز المريض أنه يجي والمشكلة بموضوع التوعية لنقول مثلا في طلاب موجودين عم يدرسوا دينتستري رابع سنة ولا خامس سنة لازم يقوموا ببرمع على المدارس أو النقابة فيون يقوموا ببرمع على المدارس لو محاضرة جدا ضئيلة مباني الخمسة والعشر دقائق لبكل صف كرمال يوعوا الأطفال ويوعوا الولاد كرمال يفرشوا سنانهم وفي طريقة كرمال كمان الأهل يشجعوا الولد وتصير سقافة موجودة عندهم بالبيت هي أنه منعملها تيم ويرك لأنه نفرش سناننا بس يجي آخر الليل منفوت كلنا على التويلات مع بعضنا ماما وبابا والبي كمان ومنصير كلنا نفرش سناننا بصير تيم ويرك الولد تصير عنده بيكونوا كتير أرخص من الأطب اللي عندهم عيادات وهؤل الأطب موجودين بالأحياء الشعبية عم يتواجدوا بأماكن معينة والناس كتير عم يلجأوا لهم يعني هيدا مشكلة عم تصير عندنا مثلا أنونيا ما فيك الطليل هيدا الدكتور أول شي ما مسجل بالنقاب هو مش مرخص له أنه يشتغل بتلاقي بتلاقي المرضى بيلتج لهيدا النوع ما بتكون عنده وجع بيقلع له درس واتفر إشي بسيطة بتنحل وفي منهم طبعا شاطرين بس الفكرة هي أنه حيالله شي بصير مع المريض ما في طالوا عنونيا بطبيعة الحال بس ممكن يكون عم بيجيب مواد غير عنكم يعني ممكن في مواد أرخص مش قصة بس مواد مواد أرخص ما بعرف بالعيادات الشعبية شو بدو يكون فيه بس إنه لنقول أنا بدي أعمل رصة بتكلف X وعندي مثلا بتكلف X بتكلف Y طبعا هونيك بدي تكون الماد أقل جودة بطبيعة الحال وبتلاقي الدكتور يعني ما عنده شي يخسره ومش عم يشتغل مع مختبر لتسايم مرتب بيشتغل الاختصاص بتجميل الأسنان دكتور مصطفى فصعي شكرا لك وهاك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا تظرونا بحلقة جديدة نهار الجمعة سبع المساء مع ضيف جديد ومن صحة دوز عبر منصات موقع لبنان الكبير ترجمة نانسي قنقر